اشتركوا في القناة حفاظا على الأسر البحرينية والنسيج المجتمعي وقال سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر إن وزارة الإسكان قامت بتشكيل فريق عمل معني بوضع هذه التوجيهات والأوامر موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة مشيرا إلى أن الأمر الملكي السامي بمنح بعض أسر الموقفين خدمات إسكانية يعكس الرعاية الأبوية التي يليها جلالته للمواطنين والحرص على استقرار الأسرة البحرينية بما يعكس رعاية جلالته السامية لقطاع السكن الاجتماعي وحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين لتحقيق تطلعاتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر